تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المسجدات الرياضيين أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الرياضة بنشوطين البداية مع أخبار المنتخب الوطني المغربية المشارك في كأس إفريقيا للأمم قل من 17 سنة بالجزائر حيث أجرت العناصر الوطنية زوال يوم أمسنا الاثنين حصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء بعد المباراة التي خاضتها أول أمسنا الأحد أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الجولة الأولى عن المجموعة الثانية ويستعد المنتخب الوطني المغربي للمباراة التي ستجمعه يوم غد الأربعاء بمنتخب نيجيريا شارك في الحصة التدريبية المذكورة والتي أقيمت بالملعب الملحق لملعب الشهيد حملوي بقسطنطينا جميع اللاعبين المنادى عليهم في اللائحات طهب بن غزيل فؤاد الزهواني أدم بوفندار عبد الحميد أيت بودلال أدم شاكير أعتبان إدريسي الرحالي معاد بوغيزان عبد الحميد معالي اسماعيل بخته أيمن النير زكريا العلاوي حمزة كوتون أدم حنين مروان بياد حمزة جليد سيف دين شلاغمو زكريا وزان محمد أمين نقطيبة حمزة المتوكل محمد حموني وعدنان الحمر ونبقى مع منافسات كأس إفريقيا للأمام قل من 17 سنة حيث تتوصل المنافسات هذا اليوم بإجراء مبارتين لحساب المجموعة الأولى على الساعة الخامسة بعد الزوال المنتخب المنظم الجزائر في مواجهة قوية مع منتخب السينيغال وفي الثامنة ليلا منتخب الكونغو في مواجهة منتخب الصومالة يوم أمس وعن المجموعة الثالثة منتخب مالي تفوق على منتخب بورك نفسو بهدف لسفر علما أن هذه المجموعة لم تعد تضم سوى ثلاث منتخبات وهي الكاميرون مالي وبورك نفسو بعد استبعاد منتخب جنوب السودان بسبب تصوير أعمار اللاعبين إلى كرة القدم المحلية حيث كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن برنامج مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول وستجرى مباريات الضورة الخامسة والعشرين على مدار ثلاثة أيام وتنطلق بعد غدين الخميس بمباراة المغرب التطواني وأولابيك أسفي وستختتم يوم السبت المقبل بلقاء الويداد والشباب المحمدية البرنامج الكامل للمباريات بعد غدين الخميس أولابيك أسفي في مواجهة المغرب التطواني في السبع والربع مساء حسنية أقادير في مواجهة الدفاع الحسني الجديدي في التسعة والنصف ليلا يوم الجمعة اتحاد طنجة في مواجهة المولودية الوجدية السبع والربع مساء الفتح الربطي في مواجهة اتحاد تورغا التسعة والنصف ليلا يوم السبت أولابيك ربغا في مواجهة الرجاء الرياضي على الساعة الخامسة بعد الزوال المغرب الفاسي في مواجهة ناضة بركان في السبع والربع شباب السولم في مواجهة الجيش الملكي في التاسع ونصف ليلا وفي نفس التوقيت الوداد الرياضي في مواجهة شباب المحمدية وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم إليكم أطيب التحيات إلى اللقاء